بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن آخر وأهم اسلوب من أساليب حساب الإضاءة اللي جاء مباشرة الإرديان سماب الحقيقة يا جماعة الإرديان سماب بيحاول أنه يجمع كل المزايا اللي موجودة في الأساليب اللي خلناها قبل كده وبيحاول يتجنب كل العيوب اللي كانت موجودة فيه الأساليب اللي قبل كده علشان كده الإرديان سماب هو أفضل خيار أنا ممكن أختاره وهو الوحيد اللي أنا قدر أعتمد عليه اعتماد كله في البرائمر انجين طبعاً قدر برضو أعتمد على البراد فورس لكن زي ما قلنا إن البراد فورس بياخد وقت طويل عشان كده ما بنستخدمه إلا في حالات قليلة لو جينا نتكلم عن مميزات الإرديان سماب هلا أنه سريع في الريندر خاصة مع المشاهد المفتوحة بيشتغل مع أي نوع من أنواع الإضاءة بيسعيدني كتير جداً في أن أنا أتخلص من مشكلة النويز اللي كانت بتكون موجودة في أي نوع من الأساليب اللي احنا خذناها قبل كده يعني أفضل اسلوب بيتعامل مع مشكلة النويز دي هو الإرديان سماب طبعاً برضو أقدر أن أنا أحفظ الحسابات اللي أنا خدتها في الإرديان سماب عشان أستخدمها مرة تانية بدون من أنا أعيد الحسابات مرة تانية طبعاً طالما بنحفظ الحسابات يبقى هنعتمد على ذاكرة الرماد ويبدو أن أنا نسيت وكتبت السطر ده مرتين لكن ما علينا خلينا نتكلم عن عيوب الإرديان سماب هلا أنه هو ممكن تضيع من التفاصيل الصغيرة اللي موجودة عندي في الصورة ودي طبعاً مشكلة هنعرف حلها إيه بالزبط برضو لما بتكون الإعدادات اللي أنا بستخدمها في الإرديان سماب ضعيفة مشكفية ممكن بيحصل عندي فلاكارز في الإنميشن ودي برضو لها حل بيعتمد على ذاكات الرماد زي ما قلنا الحاجة الأخيرة أنه هو مش بيدي نتائج ممتازة جداً مع الأجسام المتحركة لكن برضو دي مسألة لها حلول فكده يا جماعة عرفنا بشكل عام إن الإرديان سماب ليه مجموعة جميلة من المميزات وفي نفس الوقت العيوب اللي موجودة في الإرديان سماب كلها سهل إن أنا أتعامل معها أو سهل إن أنا أحلها تعالوا بينا بقى دلوقتي نتعرف على أليه يتعامل الإرديان سماب أو فكرة عمل الإرديان سماب الإرديان سماب يا جماعة أول حاجة بيبدأ إنه يعمل شبكة موازية لشبكة البيكسلز اللي موجودة عندي يعني إحنا عرفنا في المقدمة يعني إيه بيكسل وقلنا إن البيكسل ده هو وحدة بناء الصورة بتاعتي وقلنا إن أي صورة هي عبارة عن مجموعة بيكسلز مربعات صغيرة كده بتكون فوق بعضها هي اللي بتكون الصورة فالإرديان سماب أول حاجة بيعمل شبكة موازية للشبكة دي الشبكة دي بيكون عدد المربعات اللي فيها يساوي عدد البيكسلز اللي موجودة عندي في الصورة لو أنا قلت صفر معنى كده إن شبكة الإرديان سماب هتساوي شبكة البيكسلز اللي موجودة عندي ومعنى الكلام ده إن كل بيكسل في الصورة هيحصل على واحد سامبل أو واحد مربع في شبكة الإرديان سماب إحنا هنسمي دلوقتي المربع اللي في شبكة الإرديان سماب هنسميه سامبل بعد كده لو أنا قلت سالب واحد معنى الكلام ده إن أنا نزلت مساحة شبكة الإرديان سماب دي النص ومعنى الكلام ده إن كل سامبل واحد هيبدأ إن هو يحسب حسابات اتنين بيكسل لإن في الحالة دي هتكون عدد مربعات البيكسل ضعف عدد المربعات اللي في شبكة الإرديان سماب وهكذا كل ما بنزل بالرقم ده كل ما بتقل شبكة الإرديان سماب الضعف لو أنا قلت سالب اتنين معنى كده إن الواحد سامبل في شبكة الإرديان سماب هيتولى مهمة حساب أربع بيكسلز في الصورة بتاعتي لإن معنى سالب اتنين إن حجم المربعات اللي موجودة في شبكة الإرديان سماب نزلت أربع أضعف والعكس صحيح طبعا لو أنا زودت القيمة دي بالموجب معنى كده إن أنا بزود حجم شبكة الإرديان سماب الضعف بقى مش بقللها الضعف لا أنا بزودها الضعف ومعنى رقم واحد ده إن كل بيكسل في الصورة هيبدأ يكون موجود فيه اتنين سامبل لإن حجم شبكة الإرديان سماب بقى ضعف حجم عدد البيكسلز اللي موجودة عند في الصورة طيب كده إحنا يا جماعة فهمنا يعني إيه الأرقام اللي موجودة قدامنا دي بعد كده محتاجين نفهم يعني إيه من ريت ويعني إيه ماكس ريت خلينا نبص على الصورة دي علشان نفهم الأمر أكتر الصورة دي يا جماعة بالرغم من إن هي صورة بسيطة لكن بتوضح جدا الفرق ما بين البراد فورس والإرديان سماب تخيل معي إن الناس اللي وقفة دي هي البيكسلز والسناديق اللي تحت دي هي السامبلز البراد فورس يا جماعة بيعمل إيه؟ بيحط الرقم اللي أنا اخترته في الساب ديفيجن بيحطه بيوزعه على كل سامبلز بالتساوي في الصورة أو بيوزعه على كل بيكسل في الصورة بتاعتي بالتساوي زي ما احنا شايفين كده فبتكون النتيجة إن في بيكسلز مش محتاجة سامبلز أصلا وفي نفس الوقت بتاخد نفس الكمية من السامبلز وكمان موجودة أماكن البيكسل دي بتكون محتاجة سامبلز زيادة لكن في نفس الوقت مش بتحصل على الكمية الكافية لها من السامبلز فبتظهر عندي نويز في الصورة بتاعتي فبنتطر في الحالة دي إن إحنا زي ما كنا بنعمل في درس البراد فورس إن إحنا نزود قيمة الساب ديفيجن لكن طبعا لما بتزود قيمة الساب ديفيجن مش المكان ده بس اللي محتاج سامبلز هو اللي بيزيد لا كل الأماكن ديا كل البيكسلز حتى البيكسلز اللي مش محتاجة سامبلز زيادة بيبدأ برضو يضيف نفس الرقم اللي أنا حطيته جوا الساب ديفيجن فبالتالي هو ده السبب اللي بيخلي البراد فورس بياخد وقت كبير جدا في الرندور لإن عدد السامبلز اللي موجودة عندي في الصورة بيبقى كبير جدا لإن البراد فورس ما بيفرقش ما بين البيكسل ده محتاج سامبلز ولا مش محتاج الصورة التالية دي بقى بتعبر عن طريقة عمل الاردينسي ماب الاردينسي ماب يا جماعة بيدور على البيكسلز اللي محتاجة سامبلز وبيديها سامبلز زيادة لكن البيكسلز اللي ما فيهاش تفاصيل أو زي مسلا زي سامة مثلا السامة طبعا أو الصور اللي موجودة عندك جوا الانفيرومنت ما بيكونش محتاجة سامبلز هي ما فيهاش حاجة هي مجرد صورة بس كده محطوط فما بتحتاجش الاماكن اللي زي كلا سامبلز زيادة لكن الاردينسي ماب بيدور على الاماكن اللي محتاجة سامبلز الاماكن اللي فيها تفاصيل أكتر مثلا زخاري الصغيرة فيها حسابات ضوء كتير فالاماكن لزي كده بيضيف لها كمية كبيرة من السامبلز زي ما هنا شايفين في الصورة دي خلينا نرجع دلوقت للصورات التانية بتاعتنا فدلوقت يا جماعة الفرق ما بين المين ريت والماكس ريت المين ريت هي عدد السامبل زلة هيستخدمها في الاماكن اللي مفهاش تفاصيل لو انا قلت مثلا ان المين ريت سالب 3 وقلت ان الماكس ريت صفر مثلا معنى كده ان الاردين سيماب هيحطيلي في الاماكن اللي مفتوحة اللي مفهاش تفاصيل هيحطيلي لكل 8 بيكسل هيحطيلي فيهم واحد سامبل لكن الاماكن التانية اللي هي فيها تفاصيل ومحتاجة سامبل زيادة بيبدأ انه هيحط سامبل واحد لكل بيكسل طبعا لو انا مختار صفر لو انا مختار واحد في الماكس ريت هيبدأ ان هو يحط لي اثنين سامبل جوه كل بيكسل وبالتالي طبعا الحسابات هتكون ادق لان هتكون في كمية كافية من السامبلز جوه البيكسل طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن العملية دي بتتم ازاي جوه الماكس لو انا كتبت في الماكس ريت سالب 3 ولو كتبت صفر في الماكس ريت اللي بيحصل بيبدأ الريديان سميه بان هو يحط لكل 8 بيكسل في الصورة يحط لهم ايه يحط لهم سامبل واحد بالتساوي في الصورة كلها بيبدأ ان هو يعمل تمريرة اول مرة بيبدأ ان هو يضيف سامبلز بالتساوي لكل الصورة بتاعتي على حسب الرقم اللي انا كتبه هنا في الماكس ريت لو انا كتب سالب 3 معنى كده ان هو كل 8 بيكسل هيحط لهم سامبل بعد كده بيجي يعمل تمريرة تانية تمريرة تانية دي بيعمل فيها ايه بالزبط بيبدأ ان هو اولا يعمل تحريك للسامبلز اللي في الاماكن اللي بفيهاش تفاصيل يبدأ السامبلز زيادة اللي فيها اللي هي مش محتاجها المكان ده بيبدأ ان هو يعمل ازاحة للسامبلز ديا علشان يوديها للاماكن اللي فيها تفاصيل او يوديها للاماكن اللي هتحتاج حسابات اكتر في الاضاءة الغريم مباشرة وبعد ما يخلص التمريرة التانية دي بيبدأ يعمل تمريرة تالتة يعمل فيها نفس الحاجة اللي عملها في التمريرة اللي قبل كده بيبدأ برضو يعمل ازاحة للسامبلز اللي موجودة في الاماكن اللي مش محتاجة سامبلز علشان يحطها في الاماكن اللي محتاجة سامبلز كتير في الاماكن اللي هتحتاج حسابات اكتر في الاضاءة الغريم مباشرة والحاجة التانية ان هو بيضيف برضو سامبلز زيادة جوه الاماكن اللي هو شايف ان الاماكن دي محتاجة سامبلز اكتر لحد ما يوصل للرقم اللي انا كتبه هنا في الماكس ريت يعني لو انا مثلا كاتب سالب 3 في المن ريت وصفر في الماكس ريت هيعمل تمريرة والتانية والتالتة والربعة لحد ما يوصل للرقم صفر هيعمل اربع تمريرات كل معرفة فيهم هيبدأ ان هو يعمل ازاحة للسامبلز اكتر للاماكن اللي محتاجة سامبلز دي فكرة عمل الاردين سميع بالمسألة دي طبعا بتوفر لي وقت لاني ما بيضيفش نفس العدد في كل الصورة وفي نفس الوقت بيضيف سامبلز زيادة في الاماكن اللي محتاجة سامبلز وبتكون النتيجة اللي بتخرجلي في الاخر بتكون نتيجة جيدة جدا تعالوا بقى بينا دلوقت نرجع للمكس ونشوف ازاي العملية دي بالتالي